فعاليات متعددة تتزامن مع حملة الستة عشر يوما العالمية والمخصصة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تستمر من نهاية شهر نوفمبر حتى منتصف ديسمبر من كل عام نحن في اتحاد نساء اليمن مديرة الشمياتين نقوم بعمل المسرح التشاركي يتزامن مع حملة الستة عشر اليوم الذي منهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الحملة هي حملة عالمية لمناصرة المرأة ومساندة المرأة التي تحصل على عنف من المجتمع من الأسرة من جميع أشكال العنف فاتحاد نساء اليمن يقوم لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في هذا الوقت المحدد من حملة الستة عشر اليوم في مدينة التربة بريف تعز دشن اتحاد نساء اليمن الحملة بإقامة فعالية المسرح التشاركي والذي نقشت فيه ست قضايا كان أبرزها العنف اللفظي والجسدي والابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له النساء تتعرض النساء إلى كثير من العنف وأشكاله الابتزاز الإلكتروني التحرش العنف اللفظي العنف القسدي والحرمان من الموارد حرمان من الميراث والزواج القاصرات كما تؤدي هذه الأشكال والأنواع إلى حرمان المرأة من أداء واجبها بشكل كامل في هذه القاعة هنا تجتمع هذه النسوة في إطار مشروع التمكين الاقتصادي الذي يوفر للمرأة فرصا للعيش وبناء مشاريع خاصة بهن من خلال إقامة الفعاليات المشابهة لهذه الفعالية أنها تساهم في إظهار هذه المشاريع لسوق العمل يساهم في رفع مستوى دخل المسرة لأن المرأة العاملة الآن لها يدفع تخسين الوضع الاقتصادي سواء كان على مستوى وسرتها أو مستوى المحيط فيها فالآن مثل هذه الفعاليات تساهم بطار هذه المشاريع وتساهم بطار العيد المادي المناسب لهذه السيدات تهدف هذه المشاريع إلى خدمة قطاع واسع من النساء في ظل وضع اقتصادي مترد تعد المرأة فيه الحلقة الأضعاف مع عادات وتقاليد اجتماعية تحد كثيرا من قدراتها وطاقتها فوز الحمادي لديواني بالقيس تعز